أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم English Language لتعلم اللغة الإنجليزية ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قواعد اللغة الإنجليزية وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على Get واستخداماتها الكثيرة والمتعددة ومعانيها المتعددة إذن في هذا الفيديو سوف يكون شامل لكل استخدامات Get لأن كما نعلم أن Get نستخدمها في عدة أماكن باستخدامات عديدة وبمعاني جديدة إذن في هذا الفيديو سوف نتعرف عليها كاملة ولكن دائما قبل أن أبدأ هذا الفيديو ألمرجو دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد معنا وشكرا لكم دائما على تفاعلاتكم على تعليقاتكم وعلى إعجاباتكم لفيديوهاتنا شكرا شكرا جزيلا لكم إذن سوف أبدأ هذا الدرس على بركة الله إذن Get هو فعل وله معاني كثيرة إذن Get هو فعل نعلم أن Get هو فعل وله عدة معاني إذن منها أولا إذن إذا جاء على صيغة Get plus noun phrase Get plus noun phrase إذن إذا جاء على صيغة Get ثم بعد ذلك يتبعه جملة اسمية noun phrase أي جملة اسمية noun أي الإسم phrase أي الجملة Get plus noun phrase فإنه يأتي بمعنى يحصل يأتي بمعنى يحصل obtain يحصل obtain ثم obtain يأتي بمعنى يحصل إذن الآن سوف نعطي مثال للتوضيح He got the car from his friend He got the car from his friend هو حصل على السيارة من صديقه He هو Got هنا جاءت بمعنى حصل لم نقل Get لأنه فعل شاذ ونحن نتحدث عن الماضي البسيط simple past إذن الفعل شاذ Get يصبح Got Get got لذلك قلنا Got ولم نقل Get هنا Got جاءت بمعنى حصل إذن يحصل حصل The car from his friend The car أي السيارة from his friend أي من صديقه He got the car from his friend أي هو حصل على السيارة من صديقه إذن The car from his friend فهي جملة إسمية لا يوجد هنا أي فعل The car from his friend هو جملة إسمية noun phrase إذن Got جاءت مع noun phrase أي جملة إسمية إذن جاءت بمعنى يحصل obtain يحصل obtain إذن 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 الاستخدام التاني أو المعنى التاني إذا جاء على الصيغة get plus adjective get plus adjective أي get زائد الصفة أو النات صفة أو النات إذن هنا فإنه يأتي بمعنى يصبح become يصبح أوكي إذن مثال you will get fat you will get fat أنت ستصبح سمينا إذن you will get fat إذن you will أي سوف أنت سوف get تصبح fat أي سمين إذن هنا fat فهي adjective فهو صفة وهو not إذن هنا جاءت بمعنى يصبح become إذن لأنها جاءت get جاءت قبل الـ adjective الذي هو fat هنا أي سمين you will get fat إذن هنا جاءت بمعنى تصبح إذن أنت ستصبح سمينا إذن الاستخدام التالت إذا جاء على صيغة get plus place get plus place I get ثم بعد ذلك يأتي المكان place المكان إذن هنا فإنه يأتي بمعنى arrive يصل arrive إذن arrive يصل أوكي إذا جاءت get ثم بعدها المكان إذن فإنها تأتي بمعنى يصل arrive إذن مثال when I get home I will phone you when I get home I will phone you إذن عندما أصل إلى المنزل سأتصل بك أو بك when I get home I will phone you when أي عندما I get home سأصل أو أصل إلى المنزل I will phone you أتصل بك I will phone you سأتصل بك إذن when I get when I get home I will phone you إذن هنا جاءت بمعنى أصل يصل arrive جاءت بمعنى يصل لأن جاء بعدها place الذي هو home home هو المنزل إذن هو مكان فعندما تكون get plus place فإنها تصبح بمعنى arrive يصل when I get home I will phone you إذن المعنى الرابع إذا جاء على الصيغة get plus noun plus noun get plus noun plus noun أي get ثم الإسم بعده اسم اسم وبعده اسم إذن هنا فإنه يأتي بمعنى fetch يجلب fetch fetch يجلب fetch إذن get بعدها اسم ثم بعدها اسم آخر تأتي بمعنى fetch إذن سوف نعطي مثال التوضيح I will get you something to eat it I will get you something to eat it إذن أنا سأجلب لك شيئا تأكله أنا سأجلب لك شيئا تأكله إذن I will أي أنا سأجلب إذن هنا جاءت بمعنى أجلب you something لك شيئا to eat لتأكله to eat إذن هنا جاء noun ثم noun something to eat إذن اسم بعده اسم إذن هنا جاء بمعنى يجلب fetch I will get you something to eat أنا أنا سأجلب لك شيئا تأكله إذن لاحظتم اختلافات المعاني في الجمل لget في كل جملة على حساب الصيغة التي جاءت فيها get فإن المعنى يتغير إذن سادسا إذا جاء على الصيغة get plus noun plus to plus verb فإنه يأتي بمعنى أن تجعل شخصا ما يفعل شيئا ما أن تجعل شخصا ما يفعل شيئا ما إذن make someone do something make someone do something إذن أن تجعل شخصا ما يفعل شيئا ما إذن هذا على الصيغة get plus noun أي get زائد الاسم plus to زائد two plus verb أي زائد الفعل إذن تأتي بمعنى أن تجعل شخصا ما يفعل شيئا ما make someone do something إذن مثال they tried to get me to sign they tried to get me to sign إذن get جاءت بعده noun me ثم to ثم the verb sign نقوم بتصريفه في simple present أي الحاضر البسط they tried أي هم حاولوا أن يجعلوني أسجل أو أمضي إذن they tried أضفنا الإيدي اللي أنا تحدثه عن فعل في الماضي simple past they tried هم حاولوا to get أن يجعلوني أي أن يجعل شخصا ما يفعل شيئا ما إذن هم حاولوا أن يجعلوني to sign أي أن أسجل أو أن أمضي إذن they tried to get me to sign أوكي إذن لدينا آخر صيغة إذا جاء على صيغة get plus noun plus adverb get plus noun plus adverb أي get زائد الإسم زائد الطرف فإنه يأتي بمعنى take يأخذ take يأخذ إذن مثال I have to get some money I have to get some money يجب علي أن أخذ بعض المال إذن I have to get some money إذن هنا جاء get ثم النoun ثم الأدرب I have to get some money إذن get هنا جاء بمعنى يأخذ لأنه جاء على صيغة get plus اسم ثم الأدرب الذي هو الضرف إذن قلنا للفعل get معاني كثيرة جدا وتستخدمه غالبا في اللغة العامية ومنها get to get to تعني يبدأ بالتعامل معه أو يبدأ بفعل شيء ما إذن يبدأ بالتعامل معه أو يبدأ بفعل شيء ما مثال leave it with me I'll get to it later leave it with me I'll get to it later دعه معي أنا سوف أبدأ بالتعامل معه لاحقا إذن leave it أي دعه with me معي leave it with me دعه معي I'll أنا سوف get to أي أبدأ بالتعامل مع أبدأ بالتعامل مع get to it أي أبدأ بالتعامل معه later لاحقا إذن هنا جاءت بمعنى يبدأ بالتعامل مع مثال الثاني when they get to arguing we'll never stop them when they get to arguing we'll never stop them عندما يبدأون بالنقاش لن نوقفهم أبدا إذن when أي عندما they get to أي يبدأون they get to يبدأون شيئا ما أي يبدأون هنا بالنقاش arguing بالنقاش we'll never أي لن نستطيع أبدا stop them أن نوقفهم we'll never stop them إذن هنا get to لدينا get out get out أو gear out get out أو gear out نقول يأتي بمعنى يخرج أو يغادر وإذا استعملناه في الأمر نقول مثلا get out get out أي أخرج من هنا get out يخرج أو يغادر ولدينا كذلك get up أي ينهد ويقف get up ينهد ويقف أو gear up get up أو gear up إذن سوف نعيد مراجعة سيغة التي قلنا والمعاني المتعددة لget قلنا يأتي على سيغة get plus noun phrase يأتي بمعنى هنا يحصل obtain إذا جاء على سيغة get plus adjective يأتي بمعنى يصبح become إذا جاء على سيغة get plus please يأتي بمعنى يصل arrive إذا جاء على سيغة get plus noun plus noun يأتي بمعنى fetch يجلب إذا جاء على سيغة get plus noun plus adverb يأتي بمعنى يأخذ take وآخيرا إذا جاء على سيغة get plus noun plus to plus verb يأتي بمعنى أن تجعل شخصا ما يفعل شيئا ما make someone do something وقلنا يأتي بمعنى get to وget out وget up إذن هذا يسمى بالفريز الverb get up get to إذن بهذا مشاهدين الكرام وصل هذا الضغط جد جد مهم إلى نهايته أن استخدامة get فهي متعددة في مجموعة يعني الجمل ولاحظنا ما هي معانيها وكيف هي يمكن أن تكون للصيغة لكي يكون المعنى لget بمعنى الذي نريد أن نحصل عليه إذن مشاهدين أتمنى أن تشجعوا قناتنا بلايك وشير وسبسكرايب والضغط على زر الجرس لسياركم كل جديد وطاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته